موسيقى الرئيس السيسي يستقبل اليوم سلطان عمان هيثم بن طارق لعقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات اللاتنائية استمرار جالسات الأزباع ثاني للمحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة قضايا المحليات والأحزاب موسيقى مصر تدين اقتحم المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلي وتدعو للوقف عن الممارسات التصعيدية موسيقى الثالثة عصرنا ثانية عشرة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم البداية مع حور محمد أهلا بك حور أهلا بك إذن أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام والبداية بالعلاقات المصرية العمانية يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سلطان عمان هيثم بن طارق الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن زيارة سلطان عمان لمصر تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبلت عزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتشور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تميزتها العلاقات بين مصر وسلطان عمان بأنها راسخة ومستمرة طوال تاريخها هذا بفضل الرؤى المشتركة للبلدين وتعاون في العديد من المجالات المزيد نتابعه مع زميلة ميرفت المليكي أهلا بكم علاقات تاريخية تربط مصر بسلطانة عمان والتي تطورت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات بين البلدين عكستها الزيارات المتبادلة خاصة لقاء الرئيس السيسي في مصقد بالسلطان هيثم بن طارق السعيدة والذي شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة وذلك في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقط في يناير من عام 2022 على المستوى السياسي تتوافق وجهات نظر القاهرة ومسقط حول العديد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة وكذلك كيفية التعامل العربي مع تداعيات هذه الأزمة فضلا عن تطورات القضايا العربية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة اليمنية إذ يتوافق الجانبان على ضرورة تسوية سياسية مستدامة تنهي معاناة الشعب اليميني وتنلبي طموحاته كذلك يوجد توافق مصري عمني إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة كذلك حرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الاهنة السلطان هيثم بن طارق السعيد ثمن الدورة المصرية البارز في تعزيز أليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة والذي يعد نموذجا يحتذا به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاقتماعية في الوطن العربية أما على المستوى الاقتصادية فقوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان يعكسها زيادة التبادل التجاري والتي ارتفعت لتسجل مليارا ومئة مليون دولار خلال عام 2022 وذلك مقابل 650 مليون وثمانمائة ألف دولار خلال عام 2021 أي بنسبة ارتفاع التصل إلى 64.6% بينما بلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر مليون ومئتي ألف دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 وذلك مقابل 600 ألف دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021-2022 أي بنسبة ارتفاع التصل إلى مئة بالمئة يأتي ذلك فيما سجلت قيمة تحولات المصريين العاملين بعمان نحو 162 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 160 مليون واربعمائة ألف دولار خلال العام المالي 2019-2020 أي بنسبة ارتفاع التصل إلى واحد بالمئة بينما بلغت قيمة تحولات العمانيين العاملين في مصر مليون وستمائة ألف دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 3 ملايين دولار خلال العام المالي 2019-2020 أما على المستوى العسكرية فقد أجرت مصر وسلطنة عمان العديد من المنورات العسكرية والتدريبات المشتركة كالتدريب المشترك قلعة الجبل والذي أجريت فعلياته بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان ومنورة درع الخليج والتي أقيمت في السعودية بمشاركة البلدين مشاهدين كان هذا عرضا لأبرز مجالات التعاون بين مصر وسلطنة عمان شكرا لكم لطيب المتابعة كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتسجل مليار ومئة مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة قدرها 64.6% بنسبة قيمة التعبئة ترتبط مصر وعمان بعلاقات سياسية قوية تتمثل في تشاور وتنسيق المستمر ما بين البلدين في القضايا الثنائية والإقلمية والدولية المزيد في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر 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 تتواصل جلسات الأسبوع الثاني للحوار اللاسياسي بالحوار الوطني لمناقشة قضايا المحليات والأحزاب حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية قانون المجالس الشعبية المحلية كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب هذا بالإضافة إلى قضية الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب هذا ويوصل الحوار الوطني استكمال جلسات المناقشة قضايا المحور السياسي والاقتضي والمجتمع وتناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك وسط تأكدات على ضرورة وجودها كونها أفضل المواقع لتدريب السياسي المزيد في هذا العرض مع سارة عبدالله مشاهدين الكرام أهلا بكم يوصل الحوار الوطني استكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة وفق مساحات مشتركة لمناقشات قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية قانون المجالس الشعبية المحلية وسط تأكدات على ضرورة وجودها كونها أفضل المواقع للتدريب السياسي كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب بالإضافة إلى قضية الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب كانت أولى جلسات المحور السياسية الذي يضم خمس لجان فرعية انطلقت الأحد الماضي حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحرية العامة القضاء على كافة أشكال التمييز ناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات شهدت أولى جلسات المحور السياسي حضورا كثيفا ومشاركة متنوعة من مختلف الطيارات والفئات مع حضور عدد من ممثل دول ومنظمات دولية مختلفة حيث بلغ عدد الخضور 630 شخصا منهم 150 متحدثا و180 صحفيا مشاهدين الكرامة كان هذا عرضا موجزا حول مستجدات الحوار وجلسات المحور السياسية حيث يسعى الجميع للتوافق لإيجاد حلول القضايا التي شكلت أولويات هامة لدى المواطنين شكرا جزيلا على طيب المتابعة أكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن جلسة اليوم تتناول الأحزاب بشكل عام حيث يوجد قضايا كثيرة تدخل ضمن قانون الأحزاب والتعديلات المقترحة عليه وأيضا قضايا أخرى تتعلق بواقع الحياة الحسبية في مصر وخلان كلمته في الجلسة الأولى للجنة الخاصة بالأحزاب السياسية أضاف ضياء رشوان أنه في حالة لم يكن الوقت على مدار الجلستين كاف لمناقشة قضايا الأحزاب فإن مجلس الأمناء ليس لديه مانع من مد الجلسات جلسة اليوم هي تتناول الأحزاب بشكل عام وربما يكون هناك قضايا كثيرة تدخل ضمن قانون الأحزاب القضايا الأساسية تدخل ضمن قانون الأحزاب وتعديلات مقترحة عليه ولكن هناك أيضا قضايا أخرى تتعلق بالواقع المعاش قد تتطلب بعض الاتهادات والاقتراحات من حضراتكم وفي كل الأحوال نحن لدينا اليوم جلسة على مرحلتين من الآن حتى ثلاث ساعات قادمة ثم جلسة قادمة بعدها أيضا الأحزاب إذا رأيتم أن الوقت غير كاف أو لم يكفي لمناقشة كل القضايا فليس لدى مجلس الأمناء خلال أن الدستور المصري يؤكد على التعددية الحزبية ويستهدف بذلك تعزيز دور كل الأحزاب الديمقراطية هي حكومة التعدد الأحزاب الدستور بيقول هذا الكلام دستور 2014 نظام ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية وعايز أقول كلام واضح لا شبهة فيه إذا كان الدستور بيقول أن النظام الحكم يقوم على تعدد الأحزاب إذا شرعية نظام الحكم تأتي من أحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة ووجود أحزاب لها أرأخ أخرى واكتهادات أخرى هو جزء من شرعية النظام النظم الديمقراطية تقوم بمن يؤيدوها وبمن يعارضوها ومن خلال التفاعل بين هذا وذاك نصل إلى ما هو في صالح البلاد أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن وحدة دول القارة الأفريقية والتعاون بينها هو الأساس للتغلب على أي تحديات تواجهها لسيما في عالم اليوم الذي يسوده لاستقطاب والتوترات الجيو السياسية وما تعانيها القارة نتيجة لذلك من أزمات متعددة ومتلاحقة وخلال استقباله صفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى مصر وممثلي عدد من المؤسسات الأفريقية شدد جبالي على التزام مصر الراصخ ببذل كل الجهود لتحقيق المصلحة الأفريقية ودعم الدول الأفريقية والدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية على المصارين الثنائي ومتعدد الأطراف ومجددا عقد مصر الدائم اتجاه مواصلة العمل مع الأشقاء الأفريقى للارتقاء بدور الاتحاد الأفريقي في مجابهة تحديات رهنة غير المسبوقة والوفاء بتطلعات الشعوب الأفريقية في مستقبل أفضل أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانوني التصالح على مخالفات البناء تأتي ترقامة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات وذلك بيتنسيق مع البرلمان جاء ذلك خلال اجتماع أن عقده رئيس الوزراء لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانوني التصالح على مخالفات البناء نقش الاجتماع بعض تعديلات على القانون والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجراءية وبما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات وبشكل نهائي هذا وأكد الدكتور مصطفى مدوولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على استمرار الأداء المميز لشركة المقاولون العرب والسعي لتوسيع نشاطها داخليا وخارجيا باعتبارها ذراء عند الدولة في مجال البناء والتنمية وخلال اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة المقاولون العرب لدى عدد من الجهات الحكومية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللقاء يستهدف العمل على سرعة سداد تلك المستحقات والذي من شأنه أن يسهم في زيادة حجم أعمالها ونشاطها وذلك بالنظر لتنويع المشروعات التي تنفذها لصالح العديد من الجهات الحكومية قال محافظة البنك المركزية حسن عبدالله إن استضافة مصر للاكتماعات السنوية لبنك تنمية الأفريقية ألفين ثلاثة وعشرين للمرة الثالثة يؤكد عزمها راسخ على دعم تكامل أفريقيا وتنميتها من خلال هذه المؤسسة الحيوية وفي رسالة ترحيبا بعث بها للمشاركين في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية أكد محافظة البنك المركزي أن هناك توجيهات من السيد الرئيس السيسي بتقديم كل الدعم لضمان نجاح هذه الاجتماعات نيابة عن مصر يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي ألفين وثلاثة وعشرين يشرفني أن أنقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية توجيهات معاليه لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين وتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح الاجتماعات إن استضافة الاجتماعات السنوية للمرة الثالثة في مصر يؤكد عزمنا الراسخة على دعم تكامل أفريقيا وتنميتها من خلال هذه المؤسسة الحيوية وبعد نجاح مصر في استضافة كاب 27 بالإضافة إلى الأحداث الكبرى الأخرى بما في ذلك الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام الفين واثنين وعشرين أنا على ثقة من أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي الفين وثلاثة وعشرين في شرم الشيخ ستكون حدثا استثنائيا كما أكد محافظ البنك المركزي أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي تنعقد هذا العام خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي حيث يواجه الاقتصاد العالمي طباطئا في النمو العالمي وارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية نيابة عن مصر يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي الفين وثلاثة وعشرين يشرفني أن أنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية توجيهات معاليه لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين وتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح الاجتماعات إن استضافة الاجتماعات السنوية للمرة الثالثة في مصر يؤكد عزمنا الراسخة على دعم تكامل أفريقيا وتنميتها من خلال هذه المؤسسة الحيوية وبعد نجاح مصر في استضافة كاب 27 بالإضافة إلى الأحداث الكبرى الأخرى بما في ذلك الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام الفين واثنين وعشرين أنا على ثقة من أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي الفين وثلاثة وعشرين في شرم الشيخ ستكون حدثا استثنائيا انطلقت فعليات برنامج تدريب دفعة ثانية من مساعد وزير العدل على المهارات القيادية المتقدمة بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب تم تصميم هذا برنامج ليتناسب مع طبيعة عمل مساعد وزير العدل وبما يتماشى مع الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل نحو الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بفكر حديث ومهارات متقدمة وتطبيقات قيادة وإدارة دولية وبما يواكب أبرز مستقدات المرحلة وبما يعود أيضا إجابا على تطوير المستمر لمنظومة العمل في وزارة العدل يتضمن البرنامج التدريبية دراسة العديد من المهارات القيادية والشخصية الهامة مثل مهارات التخطيط الاستراتيجي وإدارة فرق العمل وبعض موضوعات السياسة الدولية والتحديات الاقتصادية هذا بالإضافة لمهارات التعامل مع وسائل الإعلام وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمبادئ القيادة والإدارة الحديثة أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة مؤكدة أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحل به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية كما أكدت مصر أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم والذي يعد فيه الأقصى وقفا إسلاميا خالصا دعية الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدن لمدة أسبوع قال المتحدث باسم الخارجية سفيرة أحمد أبو زيد إن أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان تحتاج إلى بيئة آمنة ولو لأسبوع ومعربا عن أمل مصر أن يتم تمديد الهدن بعد انقضائها أصولا اتفاق شاملا ومستداما لإطلاق النار رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه خاصة بعد أن تداولت القمة العربية التي عقدت بجدة في الأزمة السودانية وصدر قرار يدعم تلك المحادثات هذا وأكد الجيش السوداني توقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية مع ميليشيا الدعم السريع في جدة وقال الجيش السوداني في بيئة أن مدة وقف إطلاق النار سبعة أيام تدخل حيزة تنفيذ اعتبارا من الاثنين وموضحا أن الاتفاق ينحصل على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتبات وقف إطلاق النار المؤقت وأيضا بإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف وأيضا الانتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم الميليشيا المتمردة أحنا فرحة فرحة بنحتها في حياتي إحنا بنشعر بالفخر كل من روح أي حتة في العالم بنشعر بالفخر أن إحنا مصريين كنا أسقين في القيادة السياسية وعرفين أن السيد الرئيس صاحب فتاح السياسي يحفظ على أولاده ويحفظ على أبنائه ويروح يجبهم من أرض النار الحمد لله رب العالمين إحنا ما كناش متخيلين أن الطائرة الحيادة يجبنا في الحدة دي أنا واسخ أن أنا وراي مؤسسات قوية جدا هي اللي جابتني هنا بلدي الزمان مقدرش ياخد من شبابها بلدي اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها قول لي رب أنا يخليك وطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغالبان قبل الغنيان البلد اللي فيها قائد وجيش يتطمن أهلها ويعيشها حدن الغريب وقت التعب بلدي اللي فتحة للعرب والدنيا بابها يواصل معبر أرقين استقبال المواطنين ورعاية دول الأخرى القادمين من السودان واستقبل المعبر العديد من المواطنين تابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهل الأحمر المصري والإسعاف ويواصل معبر قصة الله البلدية استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدار ساعة ويشهد المعبر زيادة في عدد الخدمات المقدمة سواء الطبية أو الإنسانية هذا بالإضافة إلى وجود مبادرات وقوافلة مصرية تابعة لمؤساتنا مختلفة تقدم الدعم لنازحين على المستويين الصحي وحتى الغذائي هذا ويواصل موقف قرقر الدولي في محافظة أسوان استقبال العائدين من السودان وسط استنفار كبير لتقديم الدعم خاصة في القطاع الطبي عملت المحافظة على توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات سكك الحديثية الإضافية وكذلك الحافلات والأوتوبيسات وميكروباصات السرفيس وذلك لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولي بكاركار وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية وموقف الأقاليم للسرفيس في اتجاه القاهرة وباقي محافظات الجمهورية تبقى لرغبة القادمين من السودان اشتركوا في القناة وإلى آخر تطورات ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد رئيس الأوكرانية فريدمير زلنسكي بأن القوات الروسية داخل مدينة بخموت لكن المدينة ليست محتلة بحسب تعبيره كان زلنسكي ألمح إلى خروج مدينة بخموت عن سيطرة قواته وقال خلال لقائه مع نظيرها الأمريكية جو بايدن قال إن بخموت أصبحت مدمرة بالكامل ولم يتبقى منها شيء مضيفا أنها باقية في قلوب الأوكرانيين قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الأوكرانية تتوقت بشكل جزئي مدينة بخموت المحاصرة وأنها ما زالت تسيطر على قطاع بالمدينة أضافت أن الجيش الأوكراني يواصل تقدمه على طول مشارف بخموت واستولى على جزء من المرتفعات المطلة على المدينة مما يمنحهم فرصة لتدمير القوات الروسية أنا رئيس والأمريكية جو بايدن قال حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييفا تزامن مع لقائها رئيس الأوكرانية في هيروشيما هذا وقال جو بايدن إن الحزمة ستشمل ذخائر ومدفعية وأليات مدرعة بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات F-16 المتطورة إلى أوكرانيا قال الرئيس الأوكراني فلود ميرز لينيسكي إن خطة كييف لإنهاء الأزمة تعد تعبيرا واضحا عن العقلانية وفي كلمة له أمام قمة مجموعة السبع حث رئيس الأوكراني حلفاء بلاده من دول الغرب وغيرها على المضي قدما في الخطوات الاقتصادية والعسكرية لدعم كييف مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد بلاده أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن مجموعة السبع ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الوقت وفي كلمة له أمام قمة مجموعة السبع قال سوناك إن استراتيجية مجموعة السبع تتمثل في أن الوسائل العسكرية والدبماسية والاقتصادية تعد أجزاء من العمليات المضادة والمقرر أن تقوم بها أوكرانيا لاسترداد أراضيها كشف أيضا أن بلاده ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الصيف لدعم كييف في أزمتها الحالية قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أن مهمة بلاده كرئيسة لقمة مجموعة السبع هذا العام تتلخص في حماية الأمن والسلام الدوليين وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أنه تم التأكيد على عدم السماح بتغيير الأوضاع بالقوة أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها لافتا إلى أن روسيا تتحدى مبادئة وحدة وسيادة الأراضي بمحاولاتها تغيير الحدود الدولية بالقوة وجهت مجموعة الحوار الأمني رباعي انتقادات مبطنة لصين وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية والتي شدد قادتها أيضا على معارضتهم لمواصفوه بأنشطة العسكر التي تمارسها بكين في منطقة آسيا المحيط الهادئ تزايد نفوذ الصين قضية لم تعد مجرد تحدي يؤرق الغرب بل صارت محور محادثات مطولة داخل اجتماعات الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين لتنافس في أهميتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مجموعة الحوار الأمني الرباعي كواد التي تضم الولايات المتحدة واليابان والهند والاستراليا وجهت انتقادات مبطنة للصين معتبرة أنها تسعى لزيادة نفوذها وتوسعها العسكري في منطقة المحيط الهادئ بيان كواد أعرب عن معارضة المجموعة لزعزعة الاستقرار أو الأنشطة الأحادية التي ترمي إلى تغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه مؤكدين سعيهم للمساهمة في استثمارات دون فرض ديون لا قدرة على تحملها لدى مطلق المساعدة في إشارة لسياسات الصين من وجهة نظرهم من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاجتماع إن مهمة المجموعة تعزيز حرية منطقة المحيطين وانفتاحها وأمنها موضحا أن كواد حققت تقدما كبيرا في مجال أمن المنطقة وهو ما يدفعهم لإطلاق مبادرات جديدة لمواصلة هذا التقدم ومنها بناء شبكات اتصالات آمنة في منطقة المحيطين اجتماع قادة مجموعة كواد عقد على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية والتي شدد قادتها في بيان مشترك على معارضتهم لما وصفوه بأنشطة العسكرة التي تمارسها بكين في منطقة أسيا المحيط الهادئ معبرين عن سلسلة من المخاوف بشأن الأنشطة الاقتصادية والعسكرية للصين وفي المقابل أبدت بكين استياءها الشديدة إزاء بيان مجموعة السبع حيث ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بإصرار مجموعة السبع على التلاعب في قضايا على صلة بصين وتشويه سمعتها ومهاجمتها فيما حضرت سفارة الصين في بريطانيا دول مجموعة السبع من أن أي أقوال أو أفعال تضر مصالح بكين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن كما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية التقى القادة لفترة وجيزة على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما التي دعت إليها توكيو سول مع بدء تحسن في العلاقات بين البلدين وصل المستشار الألماني أولا فاشوت إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع رئيس سيون سوكا يولا بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في هيروشيما هذا ويتوجه المستشار الألماني إلى المنطقة منزوعة السلاح ما بين الكوريتين قبل اجتماعه مع رئيس سيون وعد شولتس أول مستشار الألماني يزور سول منذ ثلاثين عاما تتواصل عملية تصويت في الانتخابات الغامة في اليونان والتي يتنافس فيها رئيس الوزراء المنتهي ولاياته كيرياكوس ساميتسوتاكس من حزب الديمقراطيين الجديدة واليسار أليكسيس سيبراس من حزب سريزا على السلطة ويحق لنحو عشرة ملايين ناخب التصويت في الانتخابات ترقب وآمال كبيرة يعاقدها اليونانيون على الانتخابات العامة في البلاد في حين تتجه أعينهم على إيجاد حلو الانجذرية للأزمة الاقتصادية التي عانت منها أثناء لمدار السنوات لا سيما بعد تفاقم الأزمات الدولية التي أسهمت بشكل كبير في تعقيد الأوضاع هناك ووسط تلك الأجوى تتنافس أحزاب رئيسي على تقديم برامجها الانتخابية التي يتخللها وعود كثيرة بتوفير حلول للمشكلات الاقتصادية أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته كرياكوس موتسو تاكيس من حزب الديموقراطية الجديدة والذي يعول بشكل كبير على حصيلة أدائه ويسعى لجذب الناخبين بتحركاته في تخفيض الضرائب وإنعاش السياحة بعد جائحة كورونا وفي محاولة لجذب أكبر عدد من الناخبين حثى ميتسو تاكيس الناخبين على عدم تبديد المكاسب الاقتصادية لليونان كما حضر من أن الفشل في إعادة حزبه الديموقراطية الجديدة إلى السلطة سيؤدي إلى فوضى كبيرة بسبب التحديات الجيوسياسية مثل حرب أوكرانيا وأرقام التضخم السخنة أما على الجانب الآخر يتنفس حزب اليسار الراديكالي سيريزا الذي ترأسه زعيم أليكسيس تيس براس الحكومة اليونانية بين عامي 2015 و2019 والذي يعاول بشكل كبير على إصلاح ما أسمع بإخفاقات حكومة ميتسو تاكيس بعد ارتفاع معدلات التضخم تلك الانتخابات تشهد دعوة نحو عشرة ملايين يوناني إلى التصويت بينهم نحو 440 ألف يوناني لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما سيقترعون للمرة الأولى كما تأتي الانتخابات في وقت حققت فيه اليونان نموا بنسبة 5.9% خلال عام 2022 كما تأتي وسط دعوة لحث اليونانيين على ضرورة المشاركة بفاعلية في الانتخابات التي ستحدد وجهة البلاد إلى الفترة المقبلة حضر تقريرنا نشره المركز الأمريكي لرصد زلازل بأن مدينة نيويورك أصبحت مهددة بشكل متزايد بألعاصير نظرنا لهبوطها عن مستوى سطح البحر كشف تقرير أن مدينة نيويورك تهبط ما بين مليمتر ومليمترين في السنة عن مستوى سطح البحر بسبب الوزن الهائل لمبانيها الشاهقة وأيضاً لارتفاع مستوى مياه البحر أكبر أكثر من 36 ألف إيطالي على مغادرة منازلهم بسبب الفارضانات في شمال شرق البلاد وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازل وأصفرت الانهيارات الأرضية عن عزل كرة صغيرة وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون كما أدت الأمطار الغزيرة في وقت سابق إلى مصرع 14 شخصاً يصابق رجال الإنقاذ الزمن في إيطاليا لتقديم الإغاثة لألاف المتضررين من الفيضانات التي تشهدها مناطق بشمال شرق البلاد وأكبر أكثر من 36 ألف إيطاليين على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات حيث أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازل وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى صغيرة أدت الأمطار الغزيرة إلى مصرع 14 شخصاً وحولت شوارع في مدن وبلدات منطقة إيميليا رومانيا إلى أنهار ومع هدون مزيد من الأمطار مددت السلطات الإقليمية حالة التأهب القصوى كما أمرت سلطات مدينة رافينا بالإخلاء الفوري لمزيد من القرى الصغيرة المعرضة للخطر وأكبرت الفيضانات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على مغادرة قمة مجموعة السبع في اليابان مبكراً للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ في الأثناء تحطمت مروحية قرب مدينة لغو أثناء مشاركتها في محاولات لإعادة التيار الكهربائي ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلونها وخلال 36 ساعة فقد هطلت كمية أمطار تسجل عادة خلال ستة أشهر في منطقة إيميليا رومانيا أوصفت الفيضانات بأنها الأسوأ في البلد منذ قرن وتسببت الفيضانات في حدوث أكثر من 305 انهيارات أرضية وألحقت أضراراً وأغلقت أكثر من 500 طريق في المنطقة وقال رئيس بلدية بيلونيا إن إصلاح الطرق والبنية التحتية سيستغرق شهوراً وربما سنوات في بعض الأماكن شهدت مقاطعة البرتا الكندية دخاناً كثيفاً جراء اندلاع سلسلة حرائق ضربة المقاطعة هذا وأغلقت السلطات الكندية بعض المتنزهات والمخيمات في البرتا وأحثت السكان على تجنب الأنشطة التي قد تثير حرائق الغابات أدت درجات الحرارة المتفعة والقياسية وقلة الأمطار هذا العام إلى حرائق واسعة نتاق ما أدت إلى احتراق ما يقرب من 2 مليون فداناً من الأراضي في المقاطعة اكتاحت موجات الحر الهندة مما أدى إلى انخفاض الانتاج الزراعي وإرهاق حياة عدد من المواصنين وشهدت العديد من الأماكن في الهند ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة تجاوزت 45 درجة مأوية هذا الصيف علق مطران رئيسياً في المكسيك عملياتهم مؤقتاً بسبب أرماض المتطاير من أحد البراكين والتي تقع على بعد 45 ميل جنوب شرق العاصمة المكسيكية هذا وذكرت وسائل أعلام الأمريكية أن الرماض البركاني خطر بشكل خاص على طيران ويمكن أن يؤدي إلى إطلاف أجنحة الطائرة وجسمها وقد تسبى ثوران والبركان مؤخراً في إكبار 11 قرية على إلغاء الحصص الدراسية هذا بعد تصاقضاً كثيفاً لرماض منه ترجمة نانسي قنقر وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشدداً على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى نهاية يونيو القادم والذي يستهدف منه ما يقرب من 35 مليون شخص مزعين على 8 مليون بطاقة أعلن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء زيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة بقيمة 10.5% خلال العام الماضي بلغت قيمة صادراتها المصرية إلى الولايات المتحدة مليارين و300 مليون دولار تمثل 4.5% من صادرات مصر للعالم هذا واجأت صادراته من الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى بقيمة مليار و300 مليون دولار سجلت مؤشرات لبرصة ارتفاعات جمعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب الأفراد وربح رأس المال السوقي نحو ملياري جنيه ليبلغ مستوى تريليون و94 مليار جنيه ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30% بنسبة 69% كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70% بنسبة 71% قال رئيس الأمريكية جو بايدن إن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة ومشيرا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر تعرق وتوصل إلى حلا بشأن أزمة سقف الديون قال مسؤولنا في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكية جو بايدن طلب من فريقه تحديد موعدا ليتحدث هاتفيا مع الجمهوري كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب بشأن أزمة سقف الدينة ورياضيا مشاهدين حيث حصد منتخب مصر للكرة الشاطئية لقب كأس العرب 2023 بالفوز على العمان في النهائي محققا لقبها الثالث نجح وانتخب مصر في الفوز على العمان بأربعة أهداف مقابل هدافين في المباراة النهائية وأقيمت البطولة في الفترة من 11 وحتى 20 من مايو الحالي في جدة بالمملكة العربية السعودية يخوض ثلاثي المصري علي فرق وكريم عبدالجواد ونور الطيب اليوم منافسات الدور النهائي ببطولة منشستر المفتوحة لسكواش من المقرر أن يلتقي علي فرق مع مواطني كريم عبدالجواد في نهائي الرجال على أن تواجه نور الطيب منافستها البلجيكية نيلي غلاس بمنافسات السيدات شهدت البطولة مشاركة 15 لاعبا مصريا بواقع 8 لعبين في منافسات الرجال و7 لعبات في منافسات السيدات تأهل الفريق الأول لكرة اللاسلة رجال بالنادي الأهلي إلى نصف نهاء بطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على فريق رينغ الرواندي في النهائيات التي تقام في رواندا نجح الأهلي في السيطرة على مقريات اللعب ليحقق فوزا كبيرا بنتيجة 94 ل77 ليتأهل إلى المربع الذهبي ويضرب موعدا مع فريق استاد مالي يوم الأربعاء القادم يتقي فريق رجال الكرة الطائرة بنادي زمالك اليوم مع مولودية بوسالم تونسي في نهائي البطولة الأفريقية للأندية المقامة في تونس يسعى فريق زمالك لحصد لقب في هذه النسخة ليتوج بالبطولة الثالثة هذا الموسم بعد تتويق بأدورية ممتاز وكأس مصر مؤخرا وصلت مصر حصد الميداليات في منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة المقامة حاليا في تونس نجح البطل المصري عمر رضا في حصد الميدالية الذهبية بوزن 74 كيلوغرام عقب تغلبه على بطل غينيا بسعوة في المباراة النهائية بمنافسات المصارعة الحرة كما نجح البطل المصري ضياء جودة في الفوز على بطل تونس في المباراة النهائية ليحصد الميدالية الذهبية بمنافسات وزن 125 كيلوغرام نجحت بعثة المنتخبة المصرية للكارتيف في حصد ثماني ميداليات متنوعة وذلك في منافسات اليوم الأول لبطولة البحر المتوسطة المقامة حاليا في تونس حصل على الميداليات الذهبية كلنا من يسين فرحات ويسين دياب يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 447 لاعبا ولاعبا يمثلون 19 دولة يصدف فريق الإسمعالي نظيره حرس الحدود اليوم على استاد الإسمعالية ضمن منافسات الجولة 29 من الدور الممتاز وعلى استاد غزل المحلة يحل بيراميد ضيفا على غزل المحلة في الجولة ذاتها بعد مشاهدين كراما نكون وصلنا نهاية وختام هذه النشرة الإخبارية وهذه تذكرة بأهم ما جاء بها من عنوين رئيس سيسيا استقبل اليوم سلطان عمان هيثم بن طارق لعقد مباحثات قمة تتناول سبلات عزيز العلاقات الثنائية استمرار جلسة الأسبوع الثاني للمحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة قضايا المحليات والأحزاب ومصر تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل لمسؤول إسرائيل وتدعو لي أتوقف عن الممارسات التصعيدية ولمزيد من الأخبار ينكركم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة تقبلوا تحيات زميلة دانا متحد وهذه تحياتي لحضراتكم أرحل محمد إلى اللقاء